استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نشاط وزارة التعاون الدولي في إطار فعليات مؤتمر كابا 27 والذي اختتم فعلياته في مدينة شرم الشيخ مؤخرا قدمت وزيرة التعاون الدولي نتائج لقاءاتها المكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز أرط أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية وجهود تحول الأخضر في مصر كما أشارت إلى نتائج جهود حجد التمويلات الإنمائية الميسرة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتوضيد الشركات بين مصر وشركاء التنمية من أجل تحفيز رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر ترجمة نانسي قنقر